تحياتي من جديد لكم زميلات زملاء هذا الفيديو جديد من ملف اللغة الألمانية في الحياة اليومية لكن من خلال فعل في جملة هذا الفيديو رقم 13 ونقصد هم فعل في جملة لما يكون لدينا فعل يستخدمون الألمان وإلو استخدامات متعددة يفيدنا بجملة معينة نستخدم عندي الجملة بيتمنى أقبل دعوتك بس للأسف ظرفي ما بيسمح كتير منضطر نستخدمها هالجملة طبعا الأسباب المتعددة ونظر في ما بيسمح هناك أسباب متعددة كيف ممكن نقول هالجملة باللغة الألمانية أي جملة مطلق جملة شرط اللازم غير الكافي ونحكي جملة رئيسية هون لازم غير كافي لازم أعرف الفعل فهو طرف الخيط لذلك لازم يسقط على ذهني الفعل أولا باقي العناصر سهل ترتيبة أسهل على الأقل الفعل تابعنا etwas unnamed etwas يعني شيء unnamed قبول شيء هذا الفعل مطاط كتير لذلك لما نقول مطاط ممكن يستخدم بمواقع متعددة بيحتمل معاني متعددة واستخدامات متعددة قبلت الدعوة قبلت العرض قبلت التحدي نقول كمان قبلت الهزيمة يعني أقريت فيها قبلت الحكم أقريت واعترفت فيه إلى حدين ما ومنقول قبلت العرض وا 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 كتير شغلات هذا بيدل على أن إمكانية استخدام هذا الفعل بمجالات متعددة هذا الاستخدام الأول للفعل الفعل يستخدم استخدامين أساسيين مهمين الاستخدام الثاني هو أخمن أظن أعتقد وما أكثر هاي المرادفات باللغة العربية وهذا الفعل بلبي هاي المرادفات في اللغة العربية كمان فمعناتها فعل مرن هذا الاستخدام التاني إلو باعتبار هذا الفعل مطاط شوي رح يكون فيه شرح لخلفية هذا الفعل ونفود لأمثلة القناة اسمه دائما منذكر بضرورة دعم هالقناة ومشكورين سلف والحقيقة كانت القناة باليومين الماضيين واضح عليها دعمكم ومساندتكم بتشكركم كتير الجانب الآخر التفاعل اللي حصل على صفحة الفيس أعتقد أنه مفيد إلنا جميعا نتعلم من بعض نشوف خبراتنا بهذا البلد ونشوف بعض نقاط اللي ممكن تلفت نظرنا وتساعدنا بأخذ قرارات معينة يمكن كل واحد إلو تجربته مشكورين سلف الفعل أساس الفعل عندي هذا الفعل غير نظامي وهذا الفعل في اللغة الألمانية بيستخدموه الألمان بديل عن كتير من الأفعال لذلك هو شغال كتير عنده ممكن يستخدموه بدل بنوتسن بدل تراغن بدل ترنكن معنى الجملة واضح بيكون لكن هم عم يستخدمو نيمن كمان عندي الفعل أب نيمن إش نيمي أب تسو نيمن إش نيمي تسو لما يكون عم بحكي مثلا لما واحد زادت صحته أو نقصة صحته واحد عم يعمل رجيم أب نيمن تسو نيمن زاد عكس الفعل أب نيمن أب لينن لكن أب لينن هو فعل نظامي بينما نيمن هو فعل غير نظامي استخدموه بطريقتين إش نيمي بالفراغ منحطها إتباس هالشي اللي بدي أقبله أن طبعا ممكن أرفضه إش نيمي أن داس بالبرزنس إش نيمي أن بالبرتيريتوم إش نام أن بيهمنا البرفكت إش هاب أن جنوم ومنلاحز هون عندي إن نحنا قلنا قبل شوي إنه فعل غير نظامي فالبارتي تسيبت سفاي تابعه لازم يشوف في إن هاي عوامل لازم تساعدنا بالنظر تساعدنا على التعامل مع بعض الأمور ولما نشوف الفعل هابن معناته هو بيستخدم الفعل هابن لها تشكيل صيغة البرفكت إتباس أن نيمي شو اللي ممكن أقبله أين لادونغ أن نيمي لجيتني دعوه وقبلت أنقبوت أن نيمي هراوس فوردارونغ أن نيمي قبلت عرض قبلت تحدي هراوس فوردارونغ وما أكثر التحديات اللي منواجهها بحياتنا حاليا واحد يواجه اختبار تحدي اللغة واحد يواجه اختبار تحدي العمل بمجال ما كان عم يشتغله وما أكثر هذه التحديات فورشلاك أن نيمي قبول اقتراح لذلك منقول هذا الفعل مطاط و بيخدمنا بمواقع متعددة نحن الحقيقة بنسمع الألمان بيستخدمه بس ما مننتبهه بيظل بذهن ما نيمي وبيقوله بيبطء بسرعة عفوا وبصوت واطفة ما مننتبه له لاحقا ما نصير ننتبه أنه يا أخي شو المعنى اللي عم يستخدمه نكتشف أنه هذا الفعل أنيم إذن الاستخدام الأول هو قبل الدعوة لعيد الميلاد طبعا ممكن نحط للمين أنجنوم لأفترض أنه ما بحسن أقبل الدعوة في أسباب عندي بتمنعني في ظروف بتمنعني استوت ميلاي ما بحسن أقبل الدعوة لعيد الميلاد ما بحسن أقبل الدعوة لعيد الميلاد أتمنى أني قبل دعوتك هاي الجملة اللي كانت بأول الملف أبا إيش بنزو بشفتي لكني مشغول كتير إيش بنزو بشفتي لا اختيار حجة يعني مثلاً لعدم قبول دعوة طبعاً مو حجة تكون يعني غير مبررة هذا هون عم بيقول إنه مشغول طبعاً لما بدي أرفض دعوة بدي أعتذر بالبداية أو يعني مو رفض دعوة وعدم قبولها لظروف ممكن نقول إشهابه وإذا بدنا نقول أكتر من فينك بنضيف له صفة إشهابه وإذا بدي أزيده كما بدل فيل بنضيف مع فيل كما صفة إشنيمة إيه أنقوبوت أن اللي أفترض عندي جار ألماني لاحظ إنه بدي مساعدة بشيء معين عرض علي عرض معين فأنا قلت له إشنيمة إيه أنقوبوت أن أنا قبلت عرضه ممكن يكون مشروط ممكن كذا تفاصيل أخرى لكن هون عم باستخدم الفعل إشنيمة إيه أنقوبوت أن طبعاً ممكن أرفضه نسمع بالعروض الموجودة بالبلد كلها بيشتخدم معها مثل ما شفنا بالكثير منها يشتخدم هذا الفعل نحن قبلنا العرض الرائع فوراً سوفورت العرض الجيد ما بيتفوت فيرهاباً دست طول أنقوبوت سوفورت أنقنومين قبلناه فوراً سوفورت إشنيمة إيه راوس فوردرون جار مان خيو أنا برواء وبمحبة قبلتها التحدي تحديات من ضمن التحديات اللي ذكرناها وهو كثيرة كثيرة هي التحديات في الحياة على كل الأحوال وديرت المدرسة قبلت الاقتراح ممكن الطلاب قدموا اقتراح وهي قبلته ما يتعلق بالاستخدام الثاني نستخدم كثير لكن اللغة ترتقي شوي شوي هل معنى هات تبع هالأفعال هدول؟ نستخدموا بأنيمة أنا وزميلي قاعدين قلت له كونت أحمد تسوى فيا؟ جاي أحمد على الحفل؟ أولا جوابني، جوابني مجاوبة باللغة العربية داس نيمي إيش أن عادة تكون قاعد وراية بأنيمة بظن جاي هذا هو داس نيمي إيش أن لكن معنى شخص ثالث عنده اعتقاد آخر اش نيمي أن؟ بظن اش نيمي أن؟ داس إيه كانت ساعد هات بظن أنه ما عنده وقت معناته كأنه عمود من وجهة نظر أنه ما راح يجي بيعتقد أنه ما راح يجي هاي فكرة الاستخدام الأولى والتاني طبعا مثل ما قلنا بظن أنه إيش نيمي أن؟ ووراها ممكن نستخدم كل الأشياء اللي فيها الظن ممكن نحن أنا واحد عنا نتناقش أنه قديش عمر هالولد؟ بقول له ممكن نقول له أنه بظن أنه عمره ست سنوات أحيانا كمان لما تكون عم توجه بعض اللوم لشخص معين تقول له بظن أنه بكرة عندك مدرسة وكثير وكثير لذلك أن هذا الفعل مطاط مرن لهما ينتهي هذا الفيديو زميلات الزملاء إذا في أي ملاحظة أو تعليق أريدكم بأسفل الفيديو وإذا عجبكم هذا الفيديو ياريتكم في شيرو لايك واشتراك بالقناة وشكرا لكم جميعا